أحمد يشام ملعوبة الركنية تبعطة الرئاسية خطيرة قول من يسان العرب يسان العرب يفتتح التسجيل في هذه اللحظة هو الذي أحرس أيضا الهدف في المباراة الماضية أمام نادي الجليل يلعب اليوم كمهاجم ويحرز تاني أهدافه مع نادي الوحدات في الدقيقة السادسة والعشرين يسان العرب هنا يفتتح التسجيل رأسية مميزة كانت من المدافع الذي أصبح برصيد هدفين أحرس هدف في مباراة الجليل وهنا يحرز تاني الأهداف يشارك اللاعب عبد العزيز إن داي في التهديف شاهد الإعادة أحمد هشام وهنا تأتي على رأس اللاعب يسان العرب يضعها في الشباك ويعلن تقدم نادي الوحدات بأول الأهداف هدف مقابل لا شيء هنا رأسية يسان العرب إعادة للهدف الجميل وهنا يسان العرب والاحتفال بهذا الهدف المميز أصبح برصيد هدف